موضوع الانتقال السياسي موضوع الانتقال السياسي موضوع الانتقال السياسي لأسباب أولاً هو أهم الأهداف وأهم طموحات الشعب السوري التي بذل من أجلها ثمناً غالياً ونفيساً والسبب الآخر هو الانتقال السياسي هو المفتاح الذي يمكن أن يوصلنا إلى سوريا آمنة ومستقرة وهو الطريق الوحيد الذي يمكن من خلاله معالجة الإرهاب في سوريا وربما في المنطقة موضوع الانتقال السياسي وطبعاً سلمزي في هذا الموضوع طالما نجد أن الأمم المتحدة والسيد السياسي في إحلاندي مستورا بالفعل جاد في الوصول أو في البحث والتقاوق من أجل الوصول للحل السياسي العادل في سوريا سيجد من وفد من الوفد المفاوض سيجد كل إيجابية وسيجد كل أفكار قناءة وكل جهود تخدم هذه العملية من أصل من أجل الوصول إلى الحل الذي نشده جميعاً سيجد مستورا نعم الأمر سيجد أعلى سيجد يجب أن تحصل على تحصل على المتحدة إلى التعديد إلى المتحدة التي يمكن أن تحصل على السياسي كما يحصل على المتحدة التعديد والمتحدة and constructive ideas that will serve and feed into this objective. عدد كبير منهم من الأطفال ومن النساء. The regime is continuing and using tactics to foil the political process, including fierce attacks against civilians. Imagine that since the beginning of this round of negotiations until today, 531 martyrs have fallen in Syria, most of whom are civilians, including women and children. ومن هذه التكتكات المخربة للعملية السياسية ادعاءه باهتمامه بملف الأرهاب والبارحة إضافة إلى ما قام به في الباب البارحة يقصف بالبراميل المتفجرة منطقة لمزيريب في درعة وجميعكم يعرف أنها متاخمة الآن للمنطقة التي يجري فيها الاشتباك بين قوات الجيش الحر وداعش فيثبت من جديد هذا النظام أنه المدافع الوحيد عن الأرهاب في سوريا. Amongst these tactics that will derail the political process is the continuous claim by the regime that they are interested in combating terrorism. Yesterday, in addition to what the regime is doing in Al-Bab, yesterday, the Mzirib area in Daraa was bombarded by battle bombs, and you all know that this area is in proximity to where battles between the Free Syrian Army and Daesh are taking place. This is yet another evidence that the regime is the only defender of Daesh. سيكون هناك اللقاء اليوم معناه بروزيل خارجية الروسي ويتم البحث لهذا اللقاء بشكل مستفيد بموضوع وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية المتدهوية في العديد من المناطق في سوريا وخاصة الغوطة الشرقية إضافة إلى بحث السبل التي يمكن من خلالها دعم العملية السياسية وجهود الوصول للحل السياسي Today we will have a meeting with the deputy Russian foreign minister In this meeting we are going to discuss in details issues related to the ceasefire and the deteriorating humanitarian situation in different areas in Syria especially in Eastern Ghouta and to seek ways to support the political process that is taking place now. شكرا 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 We will take some questions. First one, Anadolu Agents Press. Fati Ard, Anadolu Agents Agency. Did you get any response from Mr. Agents about the regime's position on Syria talks, especially on political transition government? And secondly, did you get any response from Mr. Demistura about your proposal for UNPF? من قناة من وكاية Anadolu Al Anba هل وصلكم أي جواب من سيد Demistura عن موقف النظام من المحادثات السورية السورية وهل وصلكم أي وعن حكومة انتقالية في سوريا هل وصلكم أيضا جوابه عن الورقة التي قدمتمها التي اقترحتمها عليك؟ طبعا نحن قلنا من اليوم الأول أن شريفنا في العملية السياسية هو المجتمع الدولي والأمم المتحدة والفجارب أثبتت أكثر من مرة أنه لا يوجد شريك حقيقي من قبل النظام من أجل الوصول إلى الأمن والاستقرار والسلام في سوريا ومن أجل مصلحات الشعب السوري سمعنا من السيد استفاد أن هناك كان وبسبب الضغط الروسي وهذه إشارة قد تكون كذلك مشجعة من الناحية المبدئية قبول لتناول الغضايا المطروحة في القرار الفين ومئتين وأربعة وخمسين وطبعا يهمنا منها تحقيق الانتقال السياسي لأنه هو السبيل الوحيد لتحقيق الغضايا الأخرى الموجودة في هذا القرار أو حتى الغير موجودة في هذا القرار الحاسب السلام سوية بعض ترجمة علمي بعضي ذلك من حقيقنا سنوات قبل النظام المصيدة المتحدة مهما هذا المميقب يظهر هذا المقبب لا يقب نعم المنظم في طلب السراء سوف قبل نحلي عملية المترجمات تساوي على إيقافها في الفترة عالمية من الأ Tangent Resolution 254 المواعقة من الفترة التي أحصل على صفة الإجتماعية أخذت في الفترة ويسرومة المترجمات حسنًا، أسأل المسؤولة للإمارات الثانية، كيف يتعامل، ماذا سمعتهم من جدود من ديمستورا حول نية وفد الحكومة السورية في الانخراط في هذه النقاط الثلاث؟ وإن كنتم قد توصلتم إلى اتفاق لبداية هذه القيارة المشاوضة، شكراً يعني نحن أولاً لا توجد حتى هذه اللحظة مفاوضات مباشرة بيننا وبين النظام، وإنما هي مفاوضات غير مباشرة نسمع عما يتم بين المبروث الدولي وممثل النظام بالطريقة غير المباشرة ما تم النقاش فيه اليوم، طبعاً حتى هذه اللحظة لم يتم الوصول إلى أجندة واضحة نهائية لا يزال الموضوع في نقار التدارس والملاحظات والرد على الملاحظات ما تم نقاشه اليوم، كله يأتي في ضمن الانتقال السياسي والمواضيع المتعلقة بالانتقال السياسي لكن ما قال السيد استفان ديمستورا أنه من وفد النظام هناك قبول لبعض النقاط وهناك محاولات لتخريب العملية السياسية من خلال التركيز على ملفات أخرى طالما لعب عليها النظام سابقاً من أجل تفادي أو تجنب الحديث في جوهر الموضوع وهو موضوع الانتقال السياسي موسيقى 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 وما أحد在 المتحدثين معهم. إلى الآن المتحدة الأساسية لن يوجد التواصلات. óم الكلام المتحدثين المتحدثين من العالمين والتواصلات التي تكون لها السؤالية. المتحدثة الذي نقوم بمتحدثة اليوم عمل كل المتحدث عن سواء� المتحدثين المتحدثين. فالإنها الآية ورحمة الإمستورة لاتينا أن المتحدث عن الهجمية سمعت بعض الأمر. ويستطيع التحديد منها للتعامل للتعامل العالمي باستخدام مدينة أخرى كما يفعلون لنفتح الوضع العالمي وهو التعامل العالمي نعم اخرى سؤال ميادين وصاحات ميادين دكتور نصر يعني اللقاء مع الجانب الروسي اليوم لابد كان له تخطير على أساس أنكم وفقت مباشرة على لقائهم وسأيتم هذا اللقاء مساء اليوم ما هي الرسائل التي وصلتكم من الجانب الروسي ولماذا هذا التغيير بالنسبة لكم في التعاطي مع الجانب الروسي بهذا الانفتاح والسؤال الآخر ما هي الشروط التي يمكن أن تبقى باتجاه لقاءات مباشرة وجلسات مباشرة بينكم وبين الانفتاحكم شكرا طبعا يعني موضوع ملف العلاقات مع الروس هذا بدأ في المفاوضات المباشرة التي جرت في أنقرة بين ممثلي الفصائل ومع الروس وبدون وجود النظام وهذا يدلل حقيقة على يعني على دور النظام في سوريا اليوم الذي يدعي السيادة ويدعي الحضور ويدعي الوجود نحن نرى كيف تتم الأمور وشاغت الممثلون فصائل في العديد من اللقاءات في أستانة عاصمة كازاخستان من أجل مناقشة قضايا بعينها تتعلق بتنفيذ وقف اطلاق النار وقدمت في ذلك وثيقة واضحة من أجل ضرورة الالتزام وآليات الرقابة وآليات محاسبة الأطراف التي لم تلتزم ولا يزال هناك حديث في هذه القضايا على الرغم من أنه يعني أروس لم يقوموا بدورهم الضامن الحقيقي لتنفيذ هذه الاتفاقية وأنا ذكرت قبل قليل يعني عدد الضخايا المدنيين الذين يسبقون في سوريا يوميا طبعا هذا ربما يكون بسبب أنه روسيا لا تستطيع أن تضبط المليشيات الإيرانية التي تقاتل إلى جانب نظام بشار لسد فتأتي هذه الجهود هي استكمالا لتلك الجهود لإثبات للروس بأن هناك أطرافا حقيقية تمثل الشعب السوري تبحث ليس عن السلطة كما يتخيلونهم أو غيرهم نبحث عن إحلال الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف للشعب السوري أن يعيش بخبرية وكرامة كما تعيش كل شعوب الأرض نحن هنا لا نقاتل من أجل أنفسنا نقاتل من أجل كل سوري موجود في سوريا أو موجود في خارج سوريا فبالتالي هذه التخبيرات اليوم سيتم نقاشات متعددة كما قلت قبل قليل أهمها التركيز على القضايا الإنسانية ودعم العملية السياسية يعني على الرغم من عدم وجود مؤشرات حقيقية لكن نحن لازمنا نبحث عن دور بوسي إيجابي في الملف السوري وبالتالي ننتظر منهم هذا الدور اللي جاء جلسات المشتركة أخوان جلسات المشتركة جلسات المشتركة مفاوضات مباشرة وفد المفاوضات السنة الماضية قدم طلبا صريحا بمذكرة رصبية يطلب فيه المفاوضات المباشرة وطبعا هذا يخدم الهدف الذي قلت عليه قبل قليل خدمة الشعب السوري في احتصار الوقت الذي قد تأخذه العملية السياسية بمعنى نحن نستثمر الوقت لخدمة أهلنا في سوريا في حين أن الطرف الآخر يستخدم الوقت لقتل المزيد من أهلنا في سوريا فبالتالي وفد المفاوضات وفد الهيئة العلية للمفاوضات لن يعلو جهدا ولن يضيع فرصة من أجل احتصار هذا الوقت وفي الوقت المناسب الذي يتم فيه تحديد الأجندة ربما يكون من خياراتنا من جديد أن تكون هذه المفاوضات مباشرة موسيقى موسيقى من الميادين بالطبع السوري تكون محاولة تكون محاولة تكون محاولة ما هي المساكلات التي تردت من الروس ولماذا تتحدث هذه المدينة في حقًا تكون محاولة موسيقى 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 المترجم للقناة 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 سامر يوسف شامفة هل حقيقاً أنتم مستعدون لمحاربة جبهة النصرة والفصائل المتحلفة معه؟ شكراً سامر يوسف سامر يوسف دكتور نصر there is ambiguity and lack of clarity in your stand in regards to جبهة النصرة and the factions allied to it. there are rumors that you are attempting to remove the name of Nusra Frontal from the designated terrorist organizations. Are you willing or ready to fight جبهة النصرة or not? يعني أنا صراحة أستاذ سامر؟ نعم أنا استغربت هذا السؤال وإذا بالفعل كنت لازلتم مقتنعين بهذه الأقاوية أولاً لو كنا نستطيع تغيير قرارات مجلس الأمن لو ضعنا إضافة إلى القاعدة وكل من ينتمي إليها العديد من المليشيات الإرهابية التي تقاتل في سوريا وعلى رأسها إرهاب الدولة، إرهاب بشار الأسد الذي قتل حتى هذه اللحظة سأحترم الأمم المتحدة وأقول بأن الأعداد حسب الأمم المتحدة أكثر من أربعمائة ألف لكن غداً أنا وأنت إن شاء الله تعالى سنعود إلى سوريا وستعرف أن أكثر من مليون شخص من أبناء بلدك وإحنا سوريين إحنا من أبناء الشعب السوري ألا تسأل نفسك ألا تشرح لزوجتك لماذا قتل مليون شخص في سوريا؟ على يد إرهاب دولة بشار الأسد؟ على يد إرهاب المليشيات الإيرانية التي تقاتل تحت عبرات طائفية وأسماء طائفية وفكر طائفي تقتل المدنيين الأبرياء في سوريا؟ وعلى يد داعش والقاعدة وكل ما شبههم لو استطعنا أكثر أن نغير قرارات مجلس الأمن لا استطعنا أن ندخذ إجراءات أكثر جدية حتى تتم مواجهة هذه التنظيمات الإرهابية اليوم من يريد أن يحارب الإرهاب ليتمنى انتقالا سياسيا يجعلني أنا وانت نقاتل الإرهاب يجعل من هو موجود في سوريا ومن موجود خارج سوريا ويحلم بالعودة إليها أن يقاتل الإرهاب في سوريا اليوم المعبة أصبحت تكشوفه وإذا كان هناك رئيسا يفكر بالفعل بمصلحة شعبه لأدول حرية الانتقال لهذا الشعب وسترى أن لا داعش ولا القاعدة ولا كل حدا ينتمي لأجندة غير الأجندة الوطنية السورية سيكون له وجود في سوريا أنا وانت كنا في الدمشق وكنا في سوريا قبل 2011 هل سمعت يوم من العيام أنه كان هناك رئيس في سوريا كنا ندرس في الجامعة ولا واحد مننا يعرف زميله اللي منا معه في الغرفة هل هو سني ولا مسيحي ولا مسلم ولا كردي ولا عربي كنا كلها في سوريا نعيش في تناغم وتمازج وانسجام عرقي وديني وطائفي رائع حتى أتى من حتى أتى بشار الأسد ولعب على ورقة الأرهاب وعلى ورقة الأقليات حتى يقتل ابني وأبنك حتى ينتهك عرض زوجتي وزوجتك حتى يستميح البلد عندما قال الأسد أو نحرق البلد ما قال بس نحرق درعة نحرق دمشق لا هو مستعد لحرق اللاذقية وحرق قرطوس وحرق السويداء وحرق كل شيء في سوريا حتى يقى من لا تبقى المؤسسات حتى لا تحارق للغاة قال الأسد أو نحرق البلد فهذا هو الأرهاب الحقيقي ما جاء بتناوك راجع مؤتمر الصحفي أولا بالك وراجع مؤتمر الصحفي اللي قبله عندما قلت بعيدا عندما قلت بأننا نعتبت أن إرهاب دولة بشار الأسد والحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة لها وداعش والقاعدة وكل فصيل ينتبه إلى القاعدة وكل فصيل يحمل همّا وأجندة غير الأجندة الوطنية السورية هي تنظيمات إرهابية ويجب على الجميع أن يحاربها ابتداءا بالمجتمع الدولي وانتهاء بي وبك بعد أن تراجع سياساتك ونعترف جميعا من هو الأرهابية من يخطر المتنمي في سوريا طيب دين أنت البراميل المتفجرة يا رجل براميل متفجرة صواريخ الفين ابتنزل على الحياة السكنية وبعث ما عندما تدافع عن نظام يجب على الحياة السابقة يجب على الحياة السابقة أتمنى أن تراجع سياساتك أشتركوا في القناة سوف تقريبك بكثير لديك شرحات الأنهاية لماذا س problem these people were killed لماذا سيريون ي BRT منذ الحامنية سيكون الأرضية لديهم ومنذ الحامنية ومثل معنى والحامن والدائس ومثلًا بضعهم إذا كاننا ما فاروا لنحن سين نحن سيروا بالقدر لديهم ممتعم بأسباه لأحاول المساعدة والعربية أرسلتنا الآن لأننا نحن لكي سأشعر لنفسي نحن للأسابع لنا نحن الاتفاق عن تفليل ونحن لن تفهم بأن يريد أن نحن للأسابع إلى إمكاني سيئة ويقول لن تفهم أنه مجتمع في السيران حيث لاحظ هناكي سأشعر ل town لاحظة ما يدرسون الاتفال ستقريكا ونحن لأن لا يؤثر من الاجتماعين لن تفهم المتابع للأسابع Nobody is supporting Daesh. You and me, if you remember in 2011, did you ever hear that there were terrorism in Syria? When we were at university, we didn't know our roommate, whether he was Kurd, Arab, Muslim, or from any other sect or faith. We were Syrian people living in harmony inside Syria until Bashar al-Assad and his regime and his system came to destroy this cohesive fabric, to destroy the country. And as the slogan that was raised then, the Assad, or we will burn the country, they didn't say that they will burn Daraa or they will burn Damascus. They are willing even to burn Tatoos, Latakia, and Swanda. So, to answer the question, you can go back to my previous press conference, and I will save you the time and the effort. I will say what I said then. We are, we are, we condemn all terrorism, especially the terrorism of the state of Bashar al-Assad, the terrorism of the Iranian revolution regards, the terrorism of the Iranian militias and Daesh and Al-Qaeda, and every single faction that is affiliated to them. every faction that has a non-Syrian agenda, it is a terrorist organization and everybody must fight it, starting from the international community and ending with you and me. Why don't you condemn the battle bombs and the elephants rockets that are being dropped over the heads of civilians? Okay, thank you very much. Your attention, please. is for those who want to call. Thank you.